السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك بعض الأسئلة في الانترفيو تبقى مفخخة يعني لا يوجد إجابة نموزجية لا يوجد إجابة ثابتة ولكن هناك بعض الإجابات ممكن على أساسها بيشتب الشخص من الانترفيو أو بيشتب من أنه يتعين في الشركة مثل السؤال بسيط جدا و بريء قوي أنت لسبت شغلتك اللي فاتت لماذا تركت وصفتك السابقة؟ هذا السؤال يبدو أنه بسيط ولكن هناك كذا فخ هناك فخين هناك فخين أنت تغلص في الشركة اللي فاتت فتقول لأصل الشركة كان المديرين كان وحشين والشركة كانت وحشة والشركة كانت زبالة أنت لما تعين عندي في الشركة الجديدة وتسيبها وتروح تروح انترفيو أو تتكلم عنها في مكان تاني بطريقة وحشة هتسئل إياه فأنا ما ينفعش أن أعين حد يغط في شركة تانية زي أنا ما بحبش أصاحب حد بيكون بيغتاب حد تاني لأن أكيد الشخص ده هيغتابني الخطأ التاني أنت تقول أخطأك انت إلا لو قلت أنا الصراحة بصدق غلطت في كذا كذا وتعلمت الموضوع دوت وإن شاء الله خلاص خدت قرار أن الموضوع ده بشكرة تاني تمام اتعصبت مثلا في مرة أو حاجة زي كده والأفضل هو دفخ تمام بس لو أنت عايز تلتزم بالصدق وتقول أنا غلط فتقول أنا غلطت كذا وخلاص الموضوع ده بشكرة تاني في حاجات تانية ممكن تقولها تمام وكلها صدق يعني أنت بتشوف إيه اللي هم ناسب الليك أنا بدور على فرصة تحدي أكبر بدور أنا يعني أعرف أن شركتكم من الشركات الرائدة في المجال وأنا أعرف عنها معلمات كذا 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 بحيث ما يحسش أن أنت بتتنقل كتير لا ده أنت مركز على شركة معينة وعرف أن الشركة دي هي مزايا أن أنت مثلا كان عندك مشكلة في الشركة اللي فاتت بين البيت والعمل مسافة كبيرة جدا عنديها على سبيل المثال أو فيه ارتبطات عائلية يعني المهم المهم أن أنت يكون صادق لأن في وقتنا الحالي بالتليفون بنقدر نتأكد من الصدق ومن الكتب فلو كدبت في أي حاجة في الانتربيو سكر أن أنت مش هتتعين تمام التزم الصدق عشان ربنا يبارك لك في الشغل بتاعك وما تغلطش لا في الشركة ولا فيك بحيث أن الناس تبقى واثقة فيك واثقة في أخلاقك وربنا يقدرك خير إن شاء الله وتعدي من الانتربيو وتعين في أفضل الشركة بإذن الله